ما تتألهش على الناس لما تستغني كلا إن الإنسان لا يطغاء الرآه قلت مرة أنا على فكرة ربما لا يفطن كثير من أهل الاستغناء أنهم قد يكونون أحب الناس إلى الناس وقد يخاطرون بأن يكونوا أبغض الناس إلى الناس متى؟ متى يكون الغني أبغض الناس إلى الناس؟ حين يؤكد غناه بالقول وبالفعل يكون شخصاً مبغضاً لأن هذا الغني يمنعك فرصة أن يشعرك بفرحته إن قدمت إليه شيئاً ما تقدمه؟ أنت تقدم شيئاً لأحد عنده مليارات؟ ما تقدمه يا مسكين؟ ما تقدمه؟ سيارة؟ خمسين ألف؟ ما هو خمسين؟ الكلام الفارق عنده مثل خمسين سنت عندك صح؟ أنت لا ترفع بها رأساً أنا ليس صحيح؟ أنت توطيش على دخولها خمسين سنت أنت مستحيل هو عنده مليارات؟ ما هو خمسين ألف تعطي سيارة؟ يقول سيارة من ويلي أنا يدوب أعطي فلاشة عطر زجاجة عطر بمئة يورو ومئتين يورو مستحيل إذن مستحيل هو يعدمك فرصة أن يشعرك بفرحته بما تقدمه إليك هذا شخص بغيض مبغض وقد يكون العكس يتقبل منك هذه الفلاشة بمئة يورو يقول أي ناركة؟ أي نوعية؟ ما أجملها؟ هيا نفتحها يا سلام شيئ طيب جداً هذا يحتفظوا بها تفرح أنت المسكين صحيح؟ وفعلاً قد تقع أسيري وهم أنه فرح بها هذا من عمقه الإنساني هذا من عمقه الإنساني وفي أغنية كذلك يفعلون هذا هذا إنسان عميق هذا الغناء زاده غنى روحياً وإنسانياً فهم هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر